اكد سعادة وزير الصناعة وتجارة والسيحة السيد زايد بن راشد الزياني حرص الحكومة الموقرة الدائم على دعم القطاع التجاري البحريني والعمل على خلق بيئة استثمارية متطورة الزياني اكد خلال حفل اطلاق على مجلية الصينية ان الخدمات التي تقدمها مملكة البحرين المستثمرين تحقق السلام المطلوب لهذا القطاع وتعزيزه ورفضه بكافة المتطلبات التي تسهم في الارتقاء به ليعكس بدوره السمى المتقدمة للمملكة وخلال الحفل اطلع سعادة الوزير على التقنيات المستخدمة في تصنيع هذا الطراز الجديد من الشركة والتي تعد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات في الصين حيث اثنى سعادته على الجهود التي تبدلها الشركات الوطنية والقطاع الخاص في اضافة خيارات متعددة امام الجمهور في مملكة البحرين ومن جانبه اشار رئيس مجلس ادارة شركة استثمارات الزيانية سيد خالد الزياني ان مملكة البحرين تسعى اليوم من خلال تسليط الضوء على قطاع صناعة السيارات لفتح المجال امام الشركات والعلامات التجارية عالميا لاختيار مملكة البحرين لتكون مقرا دائما لها مؤكدا ان استقطاب شركة سيارات جيلي ستشكل اضافة جديدة ضمن الاسماء المتنوعة المطروحة في سوق السيارات المتنامي في المملكة احنا سعيدين لما نشوف اي تطور اي توسع في سوق البحرين لان هذه يعني بالنسبة لنا ننظر له انه مكسب من طرفين في استثمر بحريني قاعد يستفيد من فرصة وفي ايضا منتج او خدمة قاعدة تعطي خيار افضل او اكثر للمستهلك في البحرين فهذه تكملة للسوق اضافة وتوسعة في قاعدة الخدمات اللي الواحد ممكن يحصل عليها في سوق البحرين اشتركوا في القناة